فضيلة الشيخ وفقكم الله نكاح المتعة هل هو الزناء يعاقب عليه بالعقوبة نفسها المتعة منسوخة بإجماع أهل السنة ما يقول بها إلا الشيعة ولا عبرة بهم ولا بخلافهم منسوخة آخر الأمور أن الرسول نهى عنها ومنع منها فمن عاودها فإنه يعتبر من الزناء قام عليه حد الزناء نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة